الكلام اللي انا بقوله المعلومات اللي عندي ومعلومات دقيقة ومسؤول عنها امام الله اولا وبقول تاني انه ابناء سيناء العارفين عارفين هذا الكلام عارفين من هو موسعد ابو فاجر ما هي ممارساته النهاردة لما يطلع على قنوات اخوانية عميلة وقنوات قطرية زي قناة الجزيرة القطرية يبدأ يتكلم على الدولة المصرية والجيش المصري الشعب المصري والرئيس المصري يبدأ ان يضع هؤلاء في جمل من بنات افكاره يتحدث بشكل لا يليق بشكل غير مقبول انا بقول له قول قول كمان انت وكلامك انت وتاريخك لو عندك تاريخ تحت حزاء اقل واصغر مواطن مصري انا عايز اقول تاني كلك انت على بعضك وافكارك وكتبك اللي عملهاك محمد هاشي ومغيره والمحاطات اللي بتطلع عليها في اسوأ واحقر واقدم سلة مهملات موجودة لانك انت بلاقينا واحد باع وطنه باع شرفه باع كرامته تنتظر منه ايه ايه الفرق بينه وبين هؤلاء المرتزقة هم كلهم ماشيين في نفس الطرق